ام تكون جيدة؟ نسألت لك طب احنا هنستمرر غاية كده امتا؟ بلنا احنا بنعمل اداء مش اللي احنا نعرفه بس في الاول في الاخر الحمد لله احنا بنطلع برضو بي النتيجة المفضلة رأي اخر بيقولك لأ بالعكس انت لعبت لعب كويس وعلى الصعيد التاني برضو شباب لزداد كان على ارضه واستجامهيره وكل دي لها برضو عوامل بتؤثر رأيك هنا ولا رأيك هنا ولا ليك وجهة نظر مختلفة؟ لا في وجهة نظر تانية وجهة نظر علمية وجهة نظر يعني بنقول فيها ان النادي الاهلي لعب هذه المباراة وهو يفتقد لياقة المباراة يفتقد فرمة المباراة هتقولين لياقة المباراة يعني هو بقنا في الدورة ولعب المتشد كلها وبقنا تلت تشربة اربعة تشربة بنلعب وفيه لياقة مباراة ايوا اللياقة المباراة لفرمة المباراة لان النادي الاهلي من شهر ونص اخر حاجة عملها كان الدوري وقف اول ما جي المنتخب وسافر ورجع وتوقف فاذا الفترة دي كلها شهر ونص كتير على اي فرق ما تلعبش مباراة تقول ما كانت اللاعبة موجودة اه كانت بس مش كلها موجودة فيه لعبة مع المنتخب فيه لعبة مع بلتها فيه لعبة هنا موجودة فما نقدرناش ان احنا يعني احنا ممكن سافرنا الامارات لعبنا كم مباراة لكن معظمها مع لعبة اللي هم النشئين والشباب اللي هم مجرورش موجودين فطبعا دي بتأثر على اي فرقة اثرت على فرقة النادي الاهلي النادي الاهلي فرقة نزلت هم 11 لاعب بس فرمة المباراة في ال 11 لاعب غير متواجدة لان ما فيش مباراة التاني حاجة الهارموني بين اللاعبة مع بعضها والربط بين اللاعبة غير موجود لان بقالهم مدة ما لعبوش مع بعض بس ده يعني شايفوا سبب؟ طبعا ده سبب اساسي ده دايب عدد دي مش اول مرة كابتن فاتحي لا بس دي شهر ونص شهر ونص بيدوم مباراة ممكن شهر ونص توقف والفرقة كلها كاملة معاك لكن شهر ونص وجاي لعيب من هنا على جاي لعيب من هنا على جاي مجموعة من هنا لياقاتهم مختلفة ما تلحقيش ان انت تلمي الفرقة وتنزل باللياقة او فرمة المباراة مهمة جدا جدا لأي فرقة بتلعب هما بقى شباب الوزداد بيعملوا ايه بالدورة بتاعهم شغال اذا هما الفرمة بيجليهم في المرعب خلينا نقول اذا هما علين جدا اذا هما دي اعلى حاجة عندهم لكن مش اعلى حاجة عند الاهل معنى كده ان الاهل بهذه الحالة لو يطلع متعادل يبقى زين هو كسبان هما يعتبروا نفسهم خسرين لان الاهل عمره ما هيكون جاي بدون فرمة مباراة بدون اداء جماعي مع فرقته من شهر ونص لان الدولي الجزائري لم يتوقف وقت بطولة امم افريقيا خليني اقول لحضرتك بقى يعني ان